دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتاريس دول العالم إلى فك التجميد عن الأصول الدولية المملكة لأفغانستان والسماح بتضفق المساعدات التنموية إلى البلاد مشيرا إلى أن الامتناع عن دعم الاقتصاد الأفغاني سيجبر بنوك البلاد على الإغلاق ويعطل الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية وفي محاولة لتحييد القلق السائد بين قادة العالم حيال التعاون مع طالبان أضف جوتاريس في حديثه مع صحفيين في مقر الأمم المتحدة إن مساعدة الاقتصاد الأفغاني لتجنب الانهيار ليس مرهونا بالاعتراف بشرعية الحكومة الجديدة تأتي تعليقات جوتاريس على وقع أزمة السيولة التي لحقت بالاقتصاد الأفغاني بعد صعود طالبان إلى كرسي السلطة والتي بدأت في منتصف أغسطس الماضي بعد أن جمدت إدارة بايدن أكثر من 9 مليارات دولار من الأصول الأفغانية المودعة في البنوك الأمريكية وعلق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التمويلات القادمة إلى البلاد ونتيجة تمويل المقيد والعزلة الدولية التي واجهتها أفغانستان فترة الماضية لجأت طالبان إلى فرض ضوابط رأس مالية تضمنت منع الأفغان من إخراج العملة الصعبة من البلاد والحد من الصحوبات المصرفية عند 200 دولار فقط في الأسبوع اليوم أصبحت البلاد مهددة بالانقطاع التام عن عالم الإنترنت وتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية الشهر الماضي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في أفغانستان ب13.2% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022 ما قد يضع جميع سكان البلاد والبالغ عددهم 38 مليون تحت خط الفقر وفي هذا الصدد أجرت واشنطن أولى محادثاتها مع طالبان منذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بداية هذا الأسبوع في قطر وصفة إياها بالصريحة والمهنية ومن المقرر أن يجتمع قادة مجموعة العشرين اليوم في قمة افتراضية خاصة بشأن الملف الأفغاني إذ أعلن الاتحاد الأوروبي منذ قليل عزمه تخصيص مليار يورو لبرنامج مساعدات للشعب الأفغاني ودول الجوار لتجنب انهيار إنساني